لا تزال أزمة سد النهضة الإثيوبي بين القاهرة وأديس أبابا تراوح مكانها مع تسع هوة الخلافات بين الطرفين فبعد نحو أربع سنوات من المفاوضات خرجت الانتقاضات المصرية للعلن وكشفت القاهرة عن استيائها من تعثر تفاوض رغم استمرار أعمال البناء في السد وهو ما اعتبرته مصر محاولة لفرض أمر واقع على الأرض عمقت مسألة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الخلافات وطالبت القاهرة بأنه حل تزامن المرحلة الأولى لملء السد والتي تمتد العامين مع فترة جفاف شديد في النين الأزرق في إثيوبيا فيجب تمديد فترة العامين للحفاظ على منسوب المياه في السد العالي من التراجع ومع رفضها مناقشة المقترح المصري أكدت إثيوبيا المضية قدما في تشغيل السد عام 2020 ثم التشغيل الكامل عام 2022 وتتهم مصر إثيوبيا بالتنصل من اتفاق المبادئ الثلاثي الموقع عام 2015 والذي نص على مبادئ المنفعة المشتركة وعدم الإضرار خلال استخدام النين الأزرق النهر الرئيسي وفي محاولة جديدة لإنهاء حالة الانسداد دعت مصر إلى دخول طرف رابع على طريق التفاوض إعمالا بأحد بنود اتفاق المبادئ وحذرت في الوقت نفسه من انعكاس ذلك على استقرار المنطقة فمع إقرارنا بحق إثيوبيا في التنمية فإن مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة وقضية وجود وما يضع مسؤولية كبرى على المجتمع الدولي للاطلاع بدور بناء في حس جميع الأطراف على التحلي بالمرونة سعيا للتوصل الاتفاق مرد للجميع وبين رهان مصر على حقها التاريخي والوجودي في نهر النيل وحق إثيوبيا في التنمية تتعالى التحذيرات من الإخفاق في التوصل إلى حل توافقي قبل بدء تشغيل السد ترجمة نانسي قنقر